سمايل تقول دكتورة لو نظفت الخوف اللي بداخلي ممكن يحس من حياتي ودراستي لانه دائما احس انه في شيء مضايقني ورسبت بدراستي هل شعور الخوف دور في ذلك ولا شيء ثاني غلط قد يكون الخوف وقد يكون شعور سلبي اخر يعني تقول في شيء مضايقني بس ماني عارفة بس خليني اسألك هل تشعرين باليأس من الحياة؟ هل تشعرين بالعار من الحياة؟ او من احد حولك؟ هل تشعرين بالخوف؟ هل تشعرين بالغضب؟ مهم انك انت خلال الايام القادمة كل شوي تسألين نفسك ما هو شعوري ما هو شعوري السلبي او قبل ما تنامي تسألين نفسك ما هو شعوري السلبي اللي مريت في اليوم فاذا حسيت انه هو الخوف اشتغلي ع تنظيف الخوف قد يكون شيء اخر يعني انا اقول ممكن يكون برضو العار ما ندري لانه العار يندفش هالدفشة الخوف يعني مبين نفسه الخوف تتعرف انت انك خايف انت تتعرف انك خايف تعرف العار يشتبه عليك واليأس يشتبه عليك الغضب ايضا قد يتداخل بس الخوافين يعفون انهم خوافين قد ما يعترفون انه هذه يعني تداخل العار والخوف لكنهم يعرفون انهم خايفين يعرفون يحسون يعني واو يحسون فيه فكونك شاكة يخليني اقول يمكن ما هو خوف قد يكون عار فابغاك يعني قبل ما تنامي تراجعين مدة ثلاثة ايام زي نفسك ايش الشعور السلبي اللي مرأت فيه ايش الشعور السلبي اللي مرأت فيه للمحتمل ان العار تبدأين بتنظيف العار عندنا الثقة بالنفس لتنظيف شعور العار هل اكتب الافكار اللي تجيني بعد سماعي الموسيقى فيك او ما تجهلها يا سمعتي التوجيهات اللي موجودة فانا افضل انك انت تسمعينها وانت نايمة وقت النوم هذا هو الشيء المفضل بالنسبة لي وتجاهلي اي افكار تجاهلي اي شيء هي الثيتة المفروض انها هي من نفسها هي تحل الموضوع لكن زي ما قلت لك انا احب انه دائم يكون عندنا اداة واعية وادات لاواعية فيفضل انه في نفس الوقت اللي انت تشتغل فيه على اداة لاواعية انك ايضا تشتغل على اداة واعية عشان تساعد نفسك في انك تفهم الواقع اللي انت تمر فيه صديقتي مارية تقول كيف نعرف هل قصة الالم التي استحضرناها مجرد ملء فراغ بحثا عن عنق مزيف او هي قصة حقيقية ضايع في اللاوعي تحتاج التنظيف كلها واحدة كلها واحدة اذا انا قررت اني انا استحضر قصة الالم عشان ابغى اعيش شعور عميق واعيش يمكن ابغى اكتب رواية ولا ابغى اكتب قصة ولا ابغى اكتب تمثيلية لحمولتي ولا زوديو يعني ايا كان او كانت هي فعلا قصة حقيقية موجودة في العقل اللاوعي كل الموضوع احتاج تنظيف كلها يدول انه انت ضايع ولا وسط لمرحلة النضج اللي تقول باي باي لقصة الالم واني انا ما احتاج استخدم قصة قصة الالم انا موع لا ما احتاج ما احتاج عندي كفاية من الشعور الايجابي بحيث اني استخدمها فكلها تحتاج تنظيف على اي حالة صدقة انا قاعد اختار الاقل لايك معقولة خنشوف الاكتر رائع مرات الاكتر لايك ما يكون سؤال جيد خنشوف يعني طلال يقول في اليوم الاول بالحياة تستيقبت انا انا ما ادري شو يتكلم عنا اصلا شلون في اليوم الحياة في الاوسة عشان كذا تجاهلت السؤال طي اللي بعدها قصتي مرتبطة بالتعلق يعني قصة التعلق حسيتها ما لها دخل في موضوع التنظيف اللي بعدها جاوبنا على السؤال قبل كم يوم كان عندي خوف ونظفت ووصلت الاسباب وفهمت الرسال وخدت الكورسات للحين الخوف ما راح تمام قلت لكم قبل انه انه احنا نحتاج الخوف والغضب نحتاج كثير في مواقف في حياتنا اننا نخاف نحتاج لما يجي الاسد اننا نخاف نحتاج لما يعني تنتهك حدودنا وحقوقنا اننا نغضب وبعدين نحولها لحالة عملية من قد تكون الهرب من الاسد او محاربة الاسد او اخذ حقوقنا بعد الغضب لكن هو السؤال انه انت هل انت تعتبرين انه في النهاية انت اللي تتقيمين او تحددين مستواك هل تعتبرين انه انت الخوف عندك قاعد يظهر في مواقف لا تستحق الخوف هذا هو السؤال يظهر في موقف لا يستحق الخوف او لا يظهر في موقف انا المفروض اني انا اخاف يعني طفلي طاح في المسبح المفروض اني اخاف عشان اتحرك عشان اركض عشان ادكع الاسعاف عشان اطب بملابسي بشنطة الشنيل اللي معاي اطب واخذ الولد واسوي حالة طوارئ ايه مطلوب اني انا خاف فمهم انه انت تعارفين انه هل انت خفتي في مواقف ما كان المفروض انك تخافين فيها او المفروض ما خفتي فيها بهذا القدر ما فهمت والله سؤالك يا طلال عده يمكن ايذر افهم طيب اللي بعدها تقول من سنين عندي حساسية بجسمي يعني سؤال طبي فتجهلته كذا على طول طيب صديقتي تقول اتكلم مع نفسي دائما وتخيل مواقف كنت فيها على خطأ في الماضي وحاولت صحيحها بتخيل ثم تزيد ثقتي بنفسي هل هو احدا اللي موعد تنظيف ام انني مجنونة خنقول مثلا ضربت ابني اوكي يعني امس ضربت ابني بعدين حسبتها وحسيت انه كانت قسوة مني ان اقال ضربة وحسيت بتقنيب وصار عندي شعور التقنيب وقام التقنيب يعني يتلاعب فيني وفقدت خلني انا اضف هذا الشعور التقنيب انا ليش جاني التقنيب؟ اوه لانه انا ضربت ابني امس خلني ارجع واتخيل انه الموقف صار واني انا ما ضربت ابني انا ما تسببت له بهذا الضرب حسيت كذا يعني حسيت اني يعني انا واثقة من نفسي حسيت انه انا مرتاحة حسيت انه يعني انه ما عد علي حمل انه انا متأنبة كأم على طفلي السؤال انه هل هذا احد انواع التنظيف؟ بصراحة بهالطريقة انه انت عشان تزيد ثقتي بنفسي عشان انا يعني اكون واثقة من حالي اه مو مرة مو مرة انه انا عشان انا اوثق بحالي مو مرة اه بس في فرق ما بين انه انت تستخدمي الخيال عشان انت تعدلين الموقف وبعدين خليني ابغي اقولك الان انت سوتي هذا الخطأ اوكي خطأ انت سوتي في الماضي لما انا اسوي الخطأ التصحيح يعتمد على اعترافك والخطأ وعلى انك انت ترجع الحقوق لاصحابها اوكي؟ يعني لما تخطئين علي مثلا انا اوكي؟ خلنا افترض انه تكلمتي عني بالسوء سبيتيني سرقتي كورس يعني اعتديتي علي انا بعدين قلت لي او واو انا احس اني مذنبة واحس اني سراقة واحس اني حرامية واحس اني واعب خلني انا اضغف او ارجع وتخيل اني انا ما سرقت وتخيل اني انا ما تكلمت عليها بالسوء فحسيت بالثقة اوكي جيد انه انت حسيت بالثقة بس انا ما زلت متضاررة صح؟ انه انت يعني ارسلت طاقة سيئة لي فالفرود انك تجيين تقولين لي سوري انا اخطأت او اعتذر وهل ممكن اني اعوضك او هل تسامحيني؟ هذا هو التصحيح اذا انت اخطأتي علي او اخطأتي على احد فهذا مهد صديقتي تقول شيوما تقول هل هناك وقت يصل الالم الى ذروتي يبدأ التنظيف يشتغل ام انني لم اوظف بالشكل الصحيح استمعت الموسيقى التحولية وعملت تأملات الباب الخلفي ولازلت تعبانة كثير بصراحة انا ما انصح انك تسمعي لموسيقى التحولية لحالها ذلك انا وضعتها ملحقة مع ادوات اخرى التنظيف ذلك مهم 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 جدا بالنسبة لي انه انت لما تنظف بطرق لا واعية انك تستخدم الواعية قد تظهر عندك الاحلام قد تظهر اشياء في الحلم اكثر لكن احتاج الى انسان يفهم الواقع اللي هو فيه ممكن لان تمرين انت بأشياء بس مقادرة تفهمينها مقادرة تفهمينها كل اللي قاعد يصير هناك في ذلك المرحلة ابغى اعرف ايش هو الوقت اللي انت قضيته كم من الوقت اللي قضيته انت في التنظيف وهل كان وقت متصل او لا نعم مثلا فيه شخص يجي يقول لي والله انا اي سمعت الموسيقى اول اسبوع اللي راح بعدين بسمعها بكرة بعدين يسمعها متقطع وغير ملتزب انه يسمعها بشكل يومي من المحتمل برضو انها ما تشتغل معه من المحتمل ذلك مهم اني اعرف انت كم من الوقت قضيت انت تسمعين وكيف الوقت وايضا من المهم انك تستخدمين طريقة واعية عشان تنقلين الموضوع بشكل اسرع